من الأخبار اللي احنا مهتمين بها هنا في هذا البرنامج ملف هام جدا اسم ملف الصحة الدولة عملت حاجات بالتوازي مع بعضها يعني وانا نفسي والله وبواجه كلام المركز الإعلامي في مجلس الوزراء دول اللي بيسمعوا الإعلام بيقول ايه وبينفزوا فورا يعني وبحييهم على نشاطهم اعملوا لنا خطة الدولة في موضوع الصحة لانه هي فيه خطط طويلة المدى وفيه خطط قصيرة المدى وفيه خلول هتخلص بعد 15 سنة وفيه حلول هتخلص بعد 15 ساعة يعني هيا الدولة عاملة ايه؟ عاملة اولا اللي عنده امراض مستوطنة ومشعاف انواع معاينة من الامراض ييجي تعالج دلوقتي في اي حتة من اسكندرية الاسواق ده جزء بعد كده مبادرة عيون بعد كده مبادرة مشعاف ايه بعد كده مبادرة ميت مليون صحة ودي بتشمل حاجات كتيرة تحتها ده جزء في الاطار التاني بقى احنا حطين عنوان الاهتمام بصحة المواطن مصر التأمين الصحي اللي عرضنا لحضراتكم مبارح وكان معانا مستشار مسؤول في هيئة التأمين الصحي ده موضوع ابتدى بفرسعيد شهرين تجريبيين واول مبارح ابتدى التنفيذ الفعلي من 1-9 ده اطار تاني فانا عايز من مركز المعلومات في مجلس وزا يعمل لنا التابلول الجميل اللي بيعملوا ده الخاص بيه ملف الصحة في مصر مصر قررت تعمل في ايه في اطار الكلام ده وهما شغالين بقى في الخطوط دي الوزارة الصحة بتطلع قوافل قافلة طبية عشان تروح تنزل على بلد تنزل على قرية تنزل على العزبة تعالى انا عندي اسنان وعندي عيون وعايز تعمل نظرة لابنك وعندك كشف مش عارف عشان ايه وكشف عشان ايه هنعملولا كوب بلاش فيبقى انا جمعت بين كل الحالات الحالة المستعجلة قدرت ان انا اسعفها بسرعة وفي نفس الوقت بطور مستشفى زي اللي ببورسعيد وقلن عليها الدكتور مبارح واقدر ان انا اطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل تبقى مستقرة لذلك النهاردة وزارة الصحة اعلنت الكشف وتقديم العلاج بالمجان لمية وتلاتة الف وتسعمية وتسعة وتلاتين مواطن من خلال واحد وتسعين قافلة طبية تم تنفذها على مستوى الجمهورية في شهر تمانية بس تاني مية وتلاتة الف تسعمية تسعة وتلاتين مواطن عملوا لهم واحد وتسعين قافلة طبية شهر تمانية بس كشف وعلاج ببلاش طبعا فيه ناس بتسمعني دلوقتي هي قريدي كشفت وخدت العلاج وعارفين ان اللي احنا بنقوله ده يعني قد ايه كان مؤثر وكان مجد عظيم وهيل والتطور اللي احنا ماشيين فيه في ملف الصحة ده سريع يعني مثلا ممكن تقول لي ايه احنا بنطور النقل ايوه بنطور الطرق ايوه بنطور بس بتاع الصحة ده سريع وفيه افكار مبتكرة يعني اللي حصل في فكرة التطوير الاداء ممكن تحكم على الاداء او اللي يحكم عليه متلقي الخدمة لكن افكار التطوير انك تعمل علاج سريع لبعض المشاكل المرضية للي بتقابل المواطن المصري وتعمل علاج مستديم زي موضوع التأمين الصحي ده شيء محترم جدا وراقي جدا بحيي كل الناس القائمين على هذا المشروع وانتظر من مركز معلومات في مجلس الوزراء يعمل لنا التابلو الجميل ده الخاص ب خطة مصر فيه موضوع النهود بملف الصحة ترجمة نانسي قنقر